النادي الأهل عباس نادي كبير ولازم نبقى واضحين الصرحة النادي الأهل اللي مشاره في الكرة المصرية بغض النظر عن أي كلام تاني النادي الأهل العظيم نادي كبير نادي بطلاط نادي فعلا محترم نادي فعلا انتبقى بتفرج عليه بتبقى مبسوط ودي صراحة انا مش باتكلم pins إذا كنت أنا أهلاوي ولا زملكاوي ولا 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 أنا بقول حاجة أنا بتفرج عليها ومبسوط منها النادي الأهل فعلا يستحق اللي هو فيه بيكتهدوا قفلين عن نفسهم معهم مدرب مصر الكورا مدرب كويس جدا فكره عالي حفظ اللعبة قدم مباراة الرجال واللي هو عايزه خده والمباراة التانية برضو اللي هو عايزه خده بس انا بنجده في حاجة وانا كنت صراحة كان نفسي عملها قبل المباراة وفعلا عملها ان هو لعب ياسر ابراهيم ده فكر مدرب هو ارى الفرقة ويعارف انما يروح المغرب وهم بيعتمدوا على كرة عرضية اعتمروا هم مميزين جدا في القران في الفولات هم قليلين جدا ورا عندهم نص ملعب الحتة اللي قدام كويسين جدا فيها فارى ان ياسر ابراهيم في الحتة دي بيلعب بدماغه كويس هو لعب مقاتل وقدم مباراة على اعلى مستوى فهو فكره ان يلاعب ياسر ابراهيم ما كان بتولي دي كانت حاجة كويسة اوليه وتتحسب له والنادي الاهلي قدى مباراة على قد امكانيات او على قد ان هو اراها بفكر كويس والحمد لله برضو ان ضربة الجزاء دي برضو كتغير حاجات كتير في المرارة ان هي ضاعت فاتمنى النادي الاهلي طبعا ان شاء الله مباراة تراجي يعد منها خلينا خلينا في مباراة الرجاء في ناس كتير جدا قالت ان الراجل ملعبش بالشكل اللي هو يليم في النادي الاهلي انه مهاجمش في المباراة ولا هو انت زي ما قلت من ضمن حساباته ياسر ابراهيم وبعض الخطط اللي عملها في الملعب انه وصل بالمباراة للشكل اللي هو طالب منه نتيجة دي وحققه فعلا بالفعل هو زكاء مدرب الناس لازم تفهم انا عايز اي من المباراة انا مليش دعوة بفكر اي حد او مليش دعوة مثلا ان انا قدي انا رجل كذبان في قائرة مباراة نتسف ودلوقتي الكرة خلاص ما فياش بره وجوع بس دلوقتي اللي بيقدي وبيلعب وخلاص حتة زمان دي اللي الواحد يقول لك ايه ده انا هروح للمغرب هروح تونس هنطلع بنقطة المباراة تنباكتش مع بعض ازاي انت عايز منهم ايه بالزبط اه بالزبط انا انا عايز اعدي المرحلة دي فاعديها ازاي اعديها بزكائي اعديها ان انا اعرف اعرى الفرقة في المباراة الاولانية ايه النقط اللي عنده ضعيفة اقدر اتحرك عليها ايه الميزة اللي عندهم اقدر اغير في تشكلتي هو ما غيرش في تشكلته حاجة خالص غير انه هو لعب صاحب تلت ديفندرات في نص الملعب انما لعب ديانج ولاعب حمد فتحي ولاعب مروان عطية وقعد السلية ولاعب ياسر ابراهيم ما كان متولي هو لعب مسبوك جدا في المباراة دي وعرف هو عايز ايه من المباراة وانما لاحظ برضو في المباراة وايشغالة برضو ده ازا كان مدرب ان هو رح مطلع القهربة ونزل شريف ان هو عارف انه اما خلاص مش يبقوا على حاجة هيبقى فيه كور مرتدة اقدر ان انا احركها بعد كده رح مطلع الطرفين ازا كان حسين او طلع برستاو ونزل طاهر طبعا طبعا نزلهم الطرفين وعبدالقادر بحيث ان هو عارف انهم خلاص مش يبقوا على حاجة هيهجموا ألعب على واحدة مرتدة ممكن تيجي فالرجل ما شاء الله فكره كويس جدا اري ومركز وقرى فرقة الرجاء وعشان كده ربنا قرمه وتلع بقل خسائر قلت اري ومركز ايه ده انا اقول لرجل ده قدر يفهم الكورة الافريقية وانخرط خلاص في الخلطة الافريقية في الكورة كورة من اول ما جيه وانا شفته وانا قلت عليهم دارب كويس اه طاقم اه اه طاقم وعنده اه عنده ميزة كويسة جدا ان هو عنده اه ممكن يلعب اي حد في اي وقت مجهز فرقة النادي الاهلي تماما يعني ما تحسش حتى بغيبات يعني هو ما انت لعب متولي ممطش كله بعد كده روح تملاع بياسر ابراهيم ما حستش غير تلات نور سمار انا بتقول لي قد اداء رائع ما انا بتكلم في كده فهو الراجل مجهز كله يعني مجهز اي حد ممكن يلعب في اي وقت يقدر يقدي ويلعب فدي حاجة دي ميزة كويسة جدا انه مدير فني ماسك نادي كبير ومليان نجوم ويقدر انه هو بيغير على حسب المبارات اللي بيلعبها اه تتفى مع القراء اللي قالك ان كان موجود افشة انه يمسك الكورة ويقدر يحرك الكورة في ماتش زي ده ولا كانت تبقى الامور انت عايز طريقة لعب غير طريقة لعب افشة انا مش شايف ان افشة كان يلعب هو لعب كويس جدا وقرى المبارات كويس جدا تغييراته كويسة جدا حتى نزع في الاخر يعني حاجة يعني ما تسكرش يعني ما لعبش كتير لكن تغييراته بيبين انه هو حافظ وشايف فرقة الرجاء يعني هو حافظها وانا شايف ان فرقة الرجاء النادي لايلي امكانياته اعلى بكتير من فرقة الرجاء نادي الايلي في البطولات كمان افريكا عباس بيبقى بيبقى حاجة تانية خالص خالص وبالذاته بيعدي دور المجميع بيبقى في حتة تانية خالص حافظ وقاري وفاهم طبعا في مبارات الترجي كانت مورام الشوتين باجابياتها زائد او بلاس مبارات السوبر ان شاء الله امام نادي زمالك اعتقد ان دي هيبقى مرضوطها كاملا هو قوام الفريق امام المباراتي الترجي الاولى في رادس والتانية في القاهرة شايف ايه اللي ممكن يشتغل عليه ويعلي من الريت ويعلي من الاداء ويعلي من التمركز ويعلي من امور كبيرة جدا للنادي الايلي انها تبقى مهمة جدا مبارات الترجي من الشوتين النادي الايلي نادي بطولات فهو وايخد على المطشاط المهمة ومطشاط البطولات فهو عنده تشكيله انا ربطت مبارات السوبر عشان السوبر وبعد كده الترجي فانا عارف انت اصدق ايه فهو رايح مبارات مهمة زي مبارات السوبر يوم الجمعة وهو عارف بيلعب نادي الزمالك وعارف ان مبارات بطولة بتخشوا دلاب النادي الايلي وعارف ان جاملين النادي الايلي على طول هي عارفة وحفظة ان النادي الايلي نادي بطولات فطبعا مبارات نادي الزمالك هتبقى قوية جدا فهو هيلعب طبعا بتشكيله اكيد الاساسي وهو مرتب كل حاجة وعارف كل حاجة وعارف ان هيتلع يخش على الترجي هو ده النادي الايلي فطبعا مبارات قوية والنادي الايلي انا شايف برضو ان مبارات السوبر هيقدر برضو ويعدي منها وياخد كاس سوبر غياب بعض النجوم في نادي التراجي التونسي زي حمد الهوني وبعض اللعيبة بين عياد وبعض اللعبين المميزين في التراجي ممكن يكون لهم بعض الأمور السلبية على أداء التراجي طبعا غيابات اللعيبة كويسة ولعيبة أسهية ولعيبة وغضة الاستمرارية على طول مع التراجي فطبعا أي حد في مباراة زي دي أو مباراة طبعا بيلعب فيها النادي أهلي طبعا التراجي اللعيبة دي هتأثر معاه لكن اللي أنا شايفه برضو النادي الأهلي هيروح هيلعب لعبه الطبيعي وهيلعب إنه هو إن شاء الله يكسب لأنه عنده مباراة تانية هنا في القاهرة ما أنا قلت لك خلاص ما بقيتش تتأس دلوقتي ألعب بره أو بره في مباراة الزهاب اللي هتبقى يوم 15 في في رادس 15 ولا 13 في رادس ريالي في تونس لس هتتحدد بعد الأزمة الجمهرية لأثارها جمهير نادي التراجي التونسي ممكن لو هناك قافل الجمهير أو عدم حضور جمهير ممكن أو ما تلعبش في تونس أصلا في ظل الأحداث لأنه طبعا كانت حاجات صعبة جدا ومشاهد يعني غير مرضية تماما يعني ممكن دي برضو بقى حافز في صالح النادي الأهلي يا حافز بس ما نحطش عليها أساس إن هي ممكن تحصل لأن انت عارف تونس ولا المغرب ولا الجزائر والليبيا والأندية دي ما بيروحوا بالذات الفرق اللي هي زي النادي الأهلي أو الفرق الكبيرة بيروحوا هناك هما بيبقوا في تكافؤ وبيقفوا جنب بعض بيبقى في حاجات كده بيعملوها غريبة فهما أكيد هيلموا الموضوع ده لأن هما محتاجين الجماهير في مباراة زي دي مباراة بالنهائي وهيلعب النادي الأهلي فأكيد هيحتاج جاملين فأنا أتوقع إن هما يلموا الموضوع والمباراة اللي في الراديس ما فيش أي مشكلة والجمهور هيخش ده اللي أنا متوقعه هم يخش بمحاذير معينة أكيد بس هما هيعرفوا يلموا الموضوع عشان يعني الترجي هو جمهوره زي النادي الأهلي يما بيجي يلعبينها في صاري القائرة الجمهوره وعمل أساس من الستين سبعين في المية